أقر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي أمس السبت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية بعد الانتهاء من مراجعة موادها البالغ عددها 58 مادة حيث تضم اللائحة ضوابط الدعاية في الانتخابات أو الاستفتاءات حيث نصت المادة 24 منها انتبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للإقتراع وتبدأ في الانتخابات الإعادة من اليوم التالي لإعلان نتيجة الإقتراع في الجولة الأولى وحتى ثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للإقتراع في انتخابات الإعادة تحضر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل أيضا حددت اللائحة الحد الأقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي 500 ألف جنيه والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه ويضعف الحدان لكل 15 مرشح تجمعهم قائمة واحدة وأقرت على أنه يجوز للمرشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين أو من الأحزاب المصرية على أن يتجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية اشتركوا في القناة